في الفيديو ده هنتكلم على ادوات التعديل بتاعت الريفت وهنبدأ في اول الفيديو ان احنا نتكلم على حاجة اسمها السليكشن تولز او ادوات الاختيار احنا دايما بنختار العناصر علشان نعدلها فلازم قبل ما اعدل اي عنصر لازم اعمل عملية السليكشن الاول هنا قدامي فيه اتنين فيوز مفتوحين فيه فيو مفتوح لليفل 1 في المبنى وفيه فيو مفتوح للثري دي كل فايل هتلاقوني باشرح عليه في الفيديو هتلاقوا اسمه مكتوب هنا والفايلات دي كلها هتلاقوها دونلو دول مع الفيديوز بتاعت الكورسز سواء في الجزء المعماري او الانشائي او الميكانيكال في بعض الفيديوهات مشتركة فالفايل ده هينفع لكل التخصصات وفيه بعض التخصصات فيها معلومات زيادة فهتلاقوا فايلات خاصة بالتخصص ده بس هنا ريفت لما ابدأ اعمل بي سيلاكشن هو كده كده بيوفر لي وقت كبير جدا في السيلاكشن عن طريق ان هو بيديني تولز كتير قوي تساعدني في موضوع السيلاكشن في الفيديو ده في الجزئية دي تعالوا نلخص كده التولز دي بسرعة اول حاجة طبعا السيلاكشن هايلايت ان انا اول ما اقرب على اي عنصر العنصر ده بيحصل عليه هايلايت بلون بالمنظر ده عشان يفهمني ان العنصر ده هو اللي هيتم اختياره لو دوست اول بس ما بقف عليه بيحصل عليه هايلايت وبتلع تول تيب بيكتب لي اسم العنصر رايلينج رايلينج هاند رايل بايب وهنا في الستاتاس بار في الجزء اللي تحت ده هتلاقوا برضو الاسم ده موجود اهو لو اخترت مسلا هاند رايل ده او لو وقفت على الرام ده اول ما دوس لفت كليك بيحصل هايلايت على طول ولاحظوا ان الهايلايت هنا حصل في ال 2D وحصل في ال 3D يعني اختيار العنصر في مسقط معناه ببساطة اختياره في كل المسقط تمام? خلينا نقفل كده ال 3D وهماكسمايز ده ومن هنا هعمل لو انا وقفت على عنصر وغفت داني هايلايت على حاجة مش هي اللي انا عايزها ينفع ان انا اعمل حاجة اسمها يعني على سبيل المسال انا عايز اختغل بلاطة بتاعت الدور ده لما وقفت هنا هو مديني الحيطة لو دست tab لو فضلت ادوس tab عند مرحلة معينة هلاقيت داني البلاطة خليني بس اقف جزء كده يكون فيه البلاطة اهو tab مرة 2 3 عند مرحلة معينة هنا مديني نضحس كده التول تيب اللي بتزهر هنا مديني tab كمان مديني كمان مديني المليون كل مرة بيديني حاجة مختلفة لحد ما المرة دي اداني الفلور او البلاطة لو دست في الوقت ده هختار الحاجة اللي انا عايزة يبقى دايما بغيفة لما اقف على object ولقي التول تيب مش اريالي اللي انا عايزه اقعد ودوس tab ده بنسميه cycle selection يعني بيغير selection لما highlight اللي انا عايزه بدوس ساعتها lift click بالماوس عشان اختار الكلام ده في حاجة تانية برضو اسمها chain selection او partial selection يعني ايه الكلام ده لو عندي مجموعة حرائط مرتبطة connected مع بعضها و joined مع بعضها ينفع اقف على حيطة واحدة بس واختارها بالمنظر ده طبعا عشان اعمل دي selectة بيدوس escape يعني lift click بختار و escape دي select لو اقفت على الحيطة دي ودست تابع الكيبورد مرة واحدة قبل ما ادوس lift click ده معناه ببساطة ان انا بقول له اختار ال chain اختار اللفة كلها اوكي تاني كده بقف هنا tab lift click الكلام ده مش في الحوائط بس في الخطوط في اي عنصر من العناصر اللي فيها فكرة ال chain ان هي تكون متسلسلة بالمنظر ده زي مسلا بتاعت التكييف او مثلا او ال بيمز او الكلام ده طيب بعد كده ينفع ان انا اعمل حاجة اسمها يعني اقف هنا كده واختار الحيطة دي بعد كده اقف هنا مسلا نقف في الجزء العلوي ده ودوس tab بعدين اختار عمل ايه دلوقتي عمل بالمنظر ده اهو يعني اختار جزء من الحيطة ما اختراش كلها هاختار مسلا ده تمام وقف هنا ودوس tab واختار هلاقيه اختار جزء فيمنا الفكرة ده منسميه partial chain مش chain على بعضها احيانا لما بعمل selection او على طول يعني لما بعمل selection لو جيت مسلا اختارت الروف ده هنلاقي ان الشكل بتاعي transparent بالمنظر ده الحاجة اللي انا بختارها دايما بتقلب transparent عشان توغيني ايه الحاجة اللي موجودة وراها تمام ينفع ان انا اتحكم في option دي من options من هنا في graphics بلاقي موجود semi transparent يعني الجزء اللي اختاره هيقلب transparent ولا لا طبعا ال background اللي هي الخلفية بتاعدي selection لما اختار العنصر pre selection لما اقف عليه highlight قبل اختياره ايه والألرت لو العنصر بتاعي فيه error او فيه مشكلة ايه اللون اللي بياخده ساعتها تمام كل الوان دي في graphics جوه options dialog هارجع تاني كده على level ممكن من switch windows دي ارجع على level 1 او من levels اللي هنا ارجع على level 1 وتعالوا كده نزوم على workstation دي واختار workstation فيهم selection هنا في الريفت مش قدرت في زي AutoCAD يعني لو اخترت عنصر واحد اخترت التاني هيسيب الاولاني ويختار التاني لازم افضل dice control ولحظه علامة الزائد اللي بتظهر جنب الماوس بيحس ان انا اختار اكتر من عنصر من غير ما يسيب selection اوكي ولو دست shift لحظه علامة الماينوس اللي بتظهر جنب الماوس ساعتها ممكن انا اسيب العناصر يبقى عشان اختار مجموعة عناصر او اسيب مجموعة عناصر لازم افضل dice control او shift وزي ما قلنا escape بتعمل diselect ال selection هنا مش additive زي دينها طبعا في اي وقت ممكن اختار بwindow يعني مسلا على سبيل المسال من الشمال اليمين دي بتبقى اسمها selection window والعناصر اللي بتكون كلها جوه الwindow بيتم اختيارها العناصر اللي بتقطع منها جزء صغير مش بيتم اختيارها لو عملت ويندو من اليمين للشمال دي اسمها crossing window اللي هي بتبقى نقطة وكل العناصر اللي الwindow بتعمل لها cross يعني بتاخد جزء منها بيتم اختيارها طبعا لما اختار مجموعة عناصر والهاج ده وبعض بيكتب لي هنا multiple categories وممكن ساعتها استخدم حاجة اسمها selection filter ده موجود هنا وموجود هنا برضو اهو selection filter selection filter ده بيقول لي انت اختارت ال categories اللي اختارتها وال count بتاعها furniture system 16 وال grade 2 ورم 1 هقول له check none معدى furniture system وبقى انا كده اختارت ال 16 workstation كنت ممكن اوصل لنفس النتيجة بان انا اختار من الشمال اليمين تمام كده انا برضو وصلت لل 16 workstation تمام بنسمي الشمال اليمين selection window واليمين الشمال crossing window ينفع ان انا اختار زي select all اللي هي في الاتوكات بنسميها select similar اختار عنصر واحد بس دوس ايمين واقول له select all in view يعني كل اللي معايا في المسقط هنا او entire project المشروع كله على بعض حتى لو كانوا في مسقط تاني حتى لو كانوا hidden في ال view حتى لو كانوا في اي مكان قادر ان انا اختارهم مع طول تمام? select all in view او in entire project هنا مفيش غير الستاشر workstation دول بس فبالتالي مش هتفرق لما اختار واحد فيهم وقول له in view او in project لكن لو فيه في ادوار تانية هتفرق لو اختارت in view عن لو اختارت in project لو في اي وقت اختارت عنصر وسبتوا ينفع ان انا اختاره تاني اللي هي select previous يعني ان انا ندوس control عالكيبورد والسهم الشمال بتاع الكيبورد تمام? مش بتاع الماوس left arrow بتاع الكيبورد control left arrow بيعمل select previous او دوس ايمين هلاقي هنا برضو حاجة اسمها ايه? select previous بيختار اخر اختيار انا اختارته حاجة اخيرة هنقولها ان انا لما بقف في نص العنصر by default في الريفت ما بيختارش يعني الريفت لحد version افتكر 2014 كان لازم اقف على ال edge عشان اختار في الريفت من اول 2015 او 16 مش متذكر بس اعتقدت 15 بقى في هنا حاجة زريفة اسمها select element by face دي انا بسيبها اشغالها دايما عشان ما اضطرش هقف على نص على ال edge بتاع العنصر انا ممكن اقف في نص العنصر وادوس lift click واختار بصوا كده من خير select by face لما اقف في نص العنصر وادوس lift click مش هيختار حاجة لان هو ما بيختارش العنصر من الوجه بتاعه لازم يختار من ال edge من الحرف بتاع ال object لكن select by face دي شغالها هقف هنا وادوس lift click اختارت على طول كده احنا لخصنا سريعا كل بتاعت هنتكلم دلوقتي عن مجموعة من او انا بسميها يعني الحاجات المساعدة في عملية وهم خمس ادوات بالضبط موجودين هنا تحت جنب اللي هي select links select underlay elements select select elements واخر حاجة select elements on selection الخمسة دول انخير ان احنا نلاقيهم في ال status bar نلاقيهم جوه select panel اللي موجودة في اي tab من ال tabs دي لحظوا كده ايا كانت التاب اللي انا واقف عليها دايما select panel دي بتكون موجود جوه select panel دي expand double panel جواها فيه خمس حاجات دول select links select underlay elements select pinned elements select elements by face و drag elements on selection select elements الاول خيانة كان نشغالهم كلهم select elements هتخليني هتخليني اقدر اختار العناصر المعمول لها لينك يعني هنا في الفايل ده اللي اسمه selection settings under score m اللي هي metric لو اخترت ال object ده هلاقي ان ده linked driven model اسمه cat join under score m هنا انا اقدر اختار اللينك البساطة لان الفيتشر دي شغاله لو انا اعطيت select link هنا هنلاقي ان الايكل المتاحة تحت بقى عليه كروس كده اكس لونها احمر ولاقي ان انا ما اقدرش اختار خلص اهو حتى ما بيحصلوش كأن الماوس مش حسس بيه اصلا يعني حتى لما بيعدي عليه ولا بيهايلايت ولا بيطلع كأنه مش موجود اصلا يبقى انا عايز اقدر اختار بشغل العلامة دي مش عايز اقدر اختار بط فيها ده مش معناه ان انا ما اقدرش ارسم على يعني لو انا اخترت امر مثلا او او اي حاجة هقدر ان انا اسناب على اللينك واشتغل ارسم حاجة بالاعتماد على اللينك مفيش مشكلة ممكن احنا نعمل حاجة زي كده تمام ده ترسم اسناب ده على ده لكن مش هقدر اختار اللينك نفسه ممكن جاست بس ان انا اسناب عليه مش هقدر اختاره وحركه دي بتكون مفيدة جدا لما انا اكون فاتح فايل سايت مسلا موقع عام ولينك فيه فايلات المباني تمام فاااا ادسابل اللي فيه بحيس ان انا مغلطش وحركة وفايلات المباني في اي وقت في بعد كده select ال underlay هنا الحيطة دي طلع من level 1 لحد ارتفاع الثلاث تلاف ودي طلع من level 1 لارتفاع ثلاث تلاف لما افتح level 2 الحوائل دي هتبان ك underlay طول ما هنا select underlay elements دي شغاله انا ينفع ان انا اختار ال underlay elements دي بالشكل ده اهي ممكن انا نعمل عليها اول ما قط في بتاعت دي من هنا طبعا هنا برضو هلاقي ان هي علامة الحمراء بقت موجودة عليها وساعتها هلاقي ان كل العناصر اللي في الدور اللي تحت اللي بينة خفيفة دي او كده كده كل دي مش هقدر ان انا اختارها ولا اعمل عليها دي زريفة جدا تبقى احد المشاكل الموجودة في القديمة من انه انا اشغال في دور بتكون كل العناصر القابلة للسليكشن والحركة تمام لكن هي هنا مش قابلة للسليكشن خالص الايد التالت اللي هو لو انا في اي وقت مسكت اي عنصر كده وعملت له امر اللي موجود في من هنا تمام ينفع ان انا اختاره في اي وقت ممكن انا من هنا اطفي بحيس ان العناصر اللي معمولها تبقى غير قابلة للسليكشن اصلا تمام عشان حتى مغلطش يعني مغلطش واختارها وعمل لها من غير ما اخد بالي لأ انا هي وخلاص مش قابلة اساسا للسليكشن تمام واخر حاجة ده قلناه سريعا من شوية ده بيخليني لو انا عايز اختار في اي وقت العنصر اوكي بالشكل ده بدل لما اطرق اقف على ممكن اختاره من الفيس بتاعه لو طفيت وقفت على الفيس بتاع الابجيكت مش هيحصل سليكشن لازم اروح على بتاع الابجيكت ساعتها هيحصل سليكشن واخر حاجة ادراك تمام ده مهم جدا لو ده شغال لو 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 دي شغالة اول ما بقف على الابجيكت ويحصل تمام مش لازم ادراك على طول وابقى انا كده حركت الابجيكت من مكانه لكن لو لو ده مطفي وقفت على الابجيكت وحصل وعملت دراك على طول هلاقي ان انا ما عملتش دراك انا عملت الاول وبعد هعمل دراك بعد كده فمن الفكرة يعني اعتقد ان انا اختار الاول بعد كده ادراك من غير ده او ده شغال يعني مفاعل انا مش محتاج انا بيدراك على طول ده بيعمل لي مشاكل بالذات لما اختار بالمنزر ده لو انا الابشن ده شغال وجيت على الحيطة دي كده وحركت هيتحرك على طول تخيلوا بقى كمان لو شغال معي ايه اللي هيحصل لو قفت على اي حيطة وحاولت عمل لها هتتحرك اهو هنا بقى على طول تمام فيفضل انها دايما ما اشتغلش دول مع بعض يعني ما تفتحش ومعاها تمام من هنا بقفل وزي ما قلنا ومن هنا سواء من هنا او من هنا بقفلها او بفتحها وطبعا اللي قفلوا هنا هيتقفل هنا واللي هيتقفل هنا هيتقفل هنا فهمنا بفكرة هارجع كده اشغالهم كلهم تاني وده كده يبقى احنا اتكلمنا على او دلوقتي برضو هنتعرف على حاجة اسمها او مجموعات الاختيار ودي تشبه شوية نفس فكرة بتاعت او نفس فكرة بتاعت 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 طيب هنا ببساطة لو في عناصر انا هختارها كتير بدل لو مععد كل مرة اسيرش عليها واختارها ينفع ان انا اختارها مرة راحت بس في الاول سوري هطفي هنا انا حركت البلاطة غزبا عني عشان كان شغال مع هختار كده كل العناصر دي اهي من هنا ومن هنا في ممكن اقول له واسمي ده مسلا اوكي 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 انا كده سيفت الكلام ده از في اي وقت من ممكن ايجي على وعندي هنا هلاقي حاجة اسمها هقول له اوكي على طول عمل رجع اختارها لي على طول زا قد ان انا ممكن اضيفها واطرح من يعني ممكن مسلا في اي وقت هقول له هقول لي هتاديت ايه بالزبط هقول له تمام تاني سوري اختارها هنا وقول له من هنا كده انا دخلت في بتاعها لاحظة ان كل العناصر الباقية وما اقدرش اختارها تمام ينفع اقول له واشيل مسلا بتاعت دي ابقى انا كده خلصت اوكي يبقى في اي وقت لو عملت هتعمل لها من غير لو عايز اضيف عليها في اي وقت هقول له تمام وعايز اد ده هاد ده وهاد ده تمام فنش سيليكشن اوكي كده انا عملت الها اد في اي وقت ممكن اقول له لود السيليكشن طبعا البوتونس دي ده وسع يمين عليها ممكن احطها في الكويك اكسس هنا عشان اقدر اوصل لها بسرعة اوكي هبقى انا كده اخترت بالمنزر ده هاي دي فكرة سيليكشن ساتس ممكن انا اختار اكتر من سات يعني ممكن اختار كل دول مع بعض وعمل لهم باسم جديد سميهم مسلا وورك ستيشنز فبقى ادلوقتي عندي لو انا في اي وقت قلت له لود هلاقي عندي والورك ستيشنز الحاجة الضريفة برضو ان الساتس دي ينفع استخدمها كفيلتر في الفيزيبليتي جرافيكس ودي حاجة لسه هنتكلم عنها قدام بس عمتا من فيو ينفع خش على حاجة اسمها في فيزيبليتي جرافيكس في الفيلترز هلاقي ان انا لما جاءت فيلتر بلاقي الفيلتر بتاعتي موجودة اللي هو الانتيريور فيلتر زهر زائد كمان فممكن تضاف كفيلتر هنا فيلتر يحتوي على مجموعة من العناصر اللي قدر عدل بتاعتها يعني اقول له مسلا اضفي بتاعت الاوفيس كده اضطفت خبنا بفكرة عن طريق ان انا سيفتهى الاول سات وبعد كده اضفتها كفيلتر جوه او ممكن اخليها بس مسلا اخليها مسلا تمام كل دي ممكن اعملها في اي سيليكشن سيت انا عايزة اوكي ان انا اسيف السيليكشن سيت وطبعا بعد كده ممكن في اي وقت ينفع ان انا اغنيم السيليكشن سيت او دليت السيليكشن سيت ده بيمسح السيت من غير ما يمسح العناصر نفسها او اعمل فيلتر جديد ايا كانت الحاجة اللي انا عايز اعملها كده احنا فهمنا فكرة او اللي بنسميها في غيرت السيليكشن سيتس هنتكلم دلوقتي على ادوات الكابي والموف الموجودين جوه موديفاي طبعا الكابي الشورت كات بتاعه سي او والموف الشورت كات بتاعه ام فيه انفع ان احنا نغير الشورت كات في اي وقت من غيفت عن طريق ان احنا نخش على ال اوبشنز من هنا جوه ال اوبشنز عندي في الجزء الخاص بالويوزر انترفيس في حاجة اسمها كيبورت شورت كاتس ممكن اغير الشورت كاتس كلها من هنا اعرف ان اي حد اشتغل ريفت قبل كده فترة فهو عارف ادوات الكابي والموف ولكن برضو شوفوا الجزئية دي معاي عشان فيه بعض المعلومات الجديدة اللي ممكن تكون محتاج انك تعرفها عشان اعمل كابي ببساطة او موف ينفع ان انا اختار العناصر الاول بعدين اختار اداة التعديل او اختار الاول بعدين اختار العناصر اللي اتنين ينفعها لو انا اخترت العناصر الاول كده ريفت عارف ايه العنصر اللي انا محتاجه فاول ما اقول له كابي على طول هيبدأ ينفذ الامر من غير ولا حاجة ما بدوسش بعد الامر زي طب لو انا اخترت الطول الاول اللي بيحصل ريفت بيطلب مني ان انا سيليكت صح كده ولحظه كده في الطول تيب اللي ظهره دي مكتوب انتر سلاش سبيس توفينش يعني بعد ما تختار اوكي دوس سبيس عشان تفهم غيرت ان عملية الاختيار تمت خلاص يبع في الحالة دي لازم ادوس سبيس لو اخترت التول الاول بعدين العنصر لازم ادوس سبيس بعد سليكشن لو اخترت السليكشن الاول بعدين التول مش محتاج ادوس سبيس بقدر اختار العنصر بعد كده اخش على وانا في وسط لو لو فضلت ساعتها بتقلب وكذلك العكس لو انا دخلت على وجيت اعمل بالشكل ده وعايز افضل هبقى انا كده عملت يعني هنا ببعمل ما بينهم لو انا جوه دوس تو كنترول يبقى جوه الموف ودوس تو كنترول ينفع ان اختار العناصر واعمل من هنا فلاقي بلاقي عندي هنا تلات حاجات اساسية ده بيحافظ ان انا بتحرك في اتجاه على محور ما ينفعش تحرك حركة يعني كده انا بتحرك افقي تمام كده مسلا انا هتحرك برأسي حتى لو انا ميلت بالماوس هتفضل حركة في الاتجاهات الاساسية اللي هما الاكس والواي لما اخش على الموف في عندي هنا حاجة مهمة جدا اسمها ديس جاين دي بتخليني اكسر العلاقات ما بين العناصر يعني ايه مسلا الكلام ده يعني على سبب المثال مسلا حيطة زي مسلا دي فهي مسلا لينكد بالحيطة دي ولينكد بالحيطة دي الطبيعي ان انا بمختار الحيطة دي واعمل موف من غير معلم على وحركها شوية الحيطين دول هيعملوا عشان يفضلوا معيها لو عملت مع الحيطة دي هتتحرك المنزر ده هنا بس بيقول لي ايه ما فيش مشكلة لوقتي فيه هتتمسح اوكي ما فيش مشكلة احنا بس بنجرب كل ده تمام هلاقي ان انا حركت الحيطة وفصلتها من الحيطين دول ما كانش هينفع اعمل الحركة دي غير لما اعمل معلم على حاجة اسمها ديس جوين زائد ان بغضو ده بيفدني لو عايز انقل عنصر على عنصر على جديد يعني مسلا الباب ده لو انا اخترته وجربت اعمل له موف مسلا من غير ديس جوين اكي وجربت مسلا انا احركه من هنا لهنا مسلا هلاقي ما بيتحررش معي شايفين لو علمت على ديس جوين هينفع انا انقله احطه على الحيطة دي بالشكل ده هو بس مسح التاج بتاعه فمن الفكرة فدي الفايدة بتاعت طبعا طبعا مش شغالة في الموف شغالة بس في معناها من غيرها انا هعمل مرة واحدة والامر هينتهي بعد كده. لو م grate بيتشغالة القبي هيفضل شغالة على طول طول ما اعمل قبز القبي شغال لحد ما ادوس مسكيب مرة اطلع من القمر وسكيب كمان مرة اطلع من السلكشن يعني اسكيب مرتين دايما لو ما بكون مسلكت عنصر واقف جوة الامر محتاج اتنين اسكيب لو انا مسلكت بس escape واحدة لكن مسلكت وجوة امر اول سكيب تتلع من القمر تاني سكيب تطلع من السلكشن. سهبنا الفكرة دي كده كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها في و هنتكلم دلوقتي على او ده موجود جوه جنب وينفع ان انا برضو اختار او اختار واخش على امر في لما اجي عمصر دايما في في مزقة دي زي البلان فهو دايما بيروتيت على اكس يكون عمودي عن المسقط ده لما روتيت في دايما بيروتيت على اكس عمودي على بتاعه وموضوع ده موضوع كبير لسه هنتكلم عنه اكتر لما ندخل فيه تفاصيل في عناصر طبعا في ما ينفعش تعمل لها اصلا حوالين حاجات معينة يعني ما ينفعش الحيطة مسلا اعمل لها في بحيس مسلا تبقى وفقية فيش حاجة اسمها كده هالحيطة لازم تكون رأسية ممكن نعمل لها بس في البلان ما ينفعش بس عن الابواب الشابيك من غير الحوائط بتاعتها وما ينفعش الاحوائط من غير ما الابواب الشابيك تروتيت معيها تمام دي علاقات معينة لازم اغرفة يحفظ عليها اول ما ادخل على امر بيزهر لي النقطة دي اللي بنسميها ودي مركز الدوران ينفع ان انا اغير مكانه بان انا ادوس امر ودي له مكان الجديد او ادوس على النقطة وحركها للمكان الجديد او ادوس امر على طول بيديني اه امر هنا فانفع ان انا اقف هنا مسلا وبقى ده مركز الدوران الجديد من هنا عندي شوية كنتروز زي شرحنا بتاع ايه ان انا من العنصر والانجل وزي ما قلنا عشان غير مكان والديفولت عشان انا نقلق المكان النقطة دي للمكانة الدفولت اللي بتاعها اللي بكونت ايباً في السنتر التخيلوي بتاع الابجكت بتاعي. لاحظوا ان اي قيمة بتكتم هنا بالزائد ده معناه ان الجسم هيلف contre direction عقس عقارب الساعة واي قيمة بالميننس معنا انه هيلف أي قيمة positive هيلف الساعة بتلف ازاي الساعة بتلف في كده صح كده تمام دي الساعة اطناشتر دي الساعة ست بتلف بالمنظر ده اي قيمة negative هتلف مع الساعة اي قيمة فصدف هتلف عكس عقارب الساعة. دي الطريقة اللي بيشتغل بيها بايدفلت. هنا انا عندي بتاع الدوران ممكن ان اختاره بالمنظر ده. ولف كده. لحد ما يسناب على الزاوية اللي انا عايزها. وبقى انا كده عملت لو انا عايز ممكن ادوس لو انا عايز او حتى من غير وانا بعمل بالمنظر ده. ادوس بس هلاقي ان انا حصلت على على طول. كده احنا اتكلمنا على كل التولز بتاعة الدوران او هنتكلم دلوقتي على زي نقدر نعمل طبعا ايا كانت التاب اللي انا فيها اولا بختار اي على طول او مجموعة من العناصر. على طول بيدخل في ويظهر لي اللي ما بتكونش ظهر في اي وقت وبتظهر بس عند عناصر معينة ومعناها مناسبة للحالة يعني مناسبة للعناصر اللي انا بختارها. من هنا ممكن انا اعمل اللي هي دي. شورتكات بتاعها اي ار. في عندي نوعين من اللي 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 بيكون في اتجاه. او اللي بيكون على اه سنتر. او حوالين سنتر. هختار اللي الاول. تب يخلي كل العناصر بيقلب العنصر او العناصر اللي انا مختارها ويكررها كجروب. بحيس انها في اي وقت قدر اعدل الجروب. فيتعدل كل العناصر اللي شبهه. في اي وقت ممكن اغير عدد الاري. خليها وهقول له مسلا عايز تلات نسخ. هنا بيقول لي هتديني مسافة من اول لتاني نسخة ولا من اول لاخر نسخة وهو يقصد المسافة على العدد اللي انا عايزه. ولاحظوا ان العدد هنا دايما بيشمل اول واحدة. يعني هنا انا هحصل على تلاتة اللي انا مسكها دلوقتي. خلاص. هقول له لحد تاني نسخة. واتحرك في الاتجاه ده. مسافة نفتقد مسلا ستة الاف ميلي. يعني ستة متر. المنظر ده. عمل لي تلات نسخ. المسافة من اول لتاني واحد. ستة الاف ميلي. يعني ستة متر. وهم عددهم تلاتة. العدد ده ينفع اغيره في اي وقت. عايزه اربعة. عايزه خمسة. عايزه ستة. زي ما انا عايز. في اي وقت قابل للتعديل. وكل النسخة في دول. كل النسخة في دول بقت جروب اهي. ينفع ان انا اقول له وعدل فيها. هلاقي الباقيين اتعدلوا. لان هي بقت نفس بالزبط. او اقول له لو عايز افك الجروب ده. سوري. من هنا بقول له لو عايز افك الجروب ساعتها هقدر ان انا اختار العناصر المنفصلة بالشكل ده. تمام? لو مسكت دي كده ومسحتها. ورجعت اختارت دول. اهو. هلاقي ان هما بنفس الطريقة كنت ممكن اعمل اغي. اوكي? وشيل فما يبقاش ده ولا العناصر يتكرر منه ودي له نفس القيمة اللي انا عايزها. بس المرة دي ما اقولوش لحد تاني واحد اقول له لحد الاخير. تمام? ببقى اني عايز من هنا هنا ستة الاف ومن هنا هنا ستة الاف يبقى انا ممكن اكتب على طول اتناشر الف. تمام? هيديني نفس النتيجة بالزبط. هي هي. فاهمنا الفكرة? بس المرة دي طبعا انا اخترت ان ما ببقاش فيه ما بين العناصر وبعضها. اخش على اغي مرة كمان. تمام? ممكن طبعا انا بعمل اغي اعمل يبقى دي كل بتاعت الرقم. هتحرك هدي مسافة لحد تاني واحد ولا الحد الاخير? وهل محتاج ولا لأ? خليني كده اجرب امسح اجرب كده امسح تلاتة من دول. واختار ده اهو. ومن هنا هقول له بس المرة دي بدل لما نجرب خلينا نجرب هو هنا في اسمه طبعا اسمه زيها بالزبط. برضو العدد اللي انا عايزه قد ايه? اللي انا ماسكه. وهل هدي الزاوية المرة دي? لان الزاوية من اولاني للتاني ولا لحد اخر واحد وهو يوزحها او يقصطها. خليها لحد تاني واحد. برضو ممكن اغير السنتر بان انا دوس بلايس او حرك النقطة دي او دوس سبيس عالكيبورد. هحط مسلا السنتر في مكان ما هنا كده. المرة دي لو انا عايز الف عكس الساعة بالمنظر ده. بدخل قيم اه بالماينس. احنا قلنا مع الساعة. اه سوري بالزائد. اه مع الساعة دايما بيبقى القيم اللي هنا دخلها بالماينس. بتديني وعكس الساعة بتبقى اه بتبقى قيم بالزائد. يعني لو انا عايز الف عكس الساعة هدخل هنا تسعين على طول. وهدوس هلاقيها تلاتة اهي بالمنظر ده. تمام? كنت ممكن اوصل لنفس النتيجة بان انا اغطيت زاوية متين وسبعين. بس اقول له بدل من اولاني للتاني ويقول له لحد اخر واحد. هو يقصتنا برضو نفس الطريقة بالزبط. تمام? تسعين تسعين. كنت هتبقى مئة وتمانين. تمام? لو عايزها تلات نسخ هتبقى مئة وسبعين. وهكزا. نفس الطريقة بالزبط الموجودة في في الاوتوكات تقريبا مع احتلاف بعض الحاجات البسيطة اريد. ده الفرق الاساسي ما بين الاراي اللينير وراديل. هنتكلم دلوقتي عن امر سكيل. امر سكيل موجود برضو جوة لو انا مسلا عندي حيطة اول مسلا طولها اه مسلا خمس تلاف ميلي يعني خمسة متر بالشكل ده. اوكي? وفي اي وقت اخترتها ودخلت على امر سكيل من هنا. طبعا في بعض العناصر اصلا غير قابلة. في عناصر معينة. لو اخترتها مش لاي جواها امر سكيل. بعض العناصر اللي فيها امر سكيل بيكون شغال. بلاقي نوعين من السكيل. جرافيكا السكيل ونيوميريكا السكيل. جرافيكا السكيل لازم هدوس نقطتين عشان احدد بداية العنصر ونهاية العنصر اللي انا هعمله سكيل. تمام? فهدوس كليك على اول نقطة. هدوس كليك على اخر نقطة. فوضل كليك تالتة احدد الطول او السكيل اللي انا هعمله له هو شكله اعمل ازاي? فلو انا عايزه مسلا عشرة متر. هتحرك كده لحد ما اللي طالعة دي تقر عشرة. وادوس كليك. او كنت ممكن ان انا بدل ما ادوس تلاتة كليك ادوس كليك في الاول وكليك في الاخر. واتحرك بالشكل ده. ولما تظهر دايمنشن اكتب فيها القيمة اللي انا عايزها. تمام? في طريقة تانية اللي هي ان انا اقول له انا عايز سكيل قد ايه? لو تلو سكيل واحد اللي هيحصل في الجسم? ولا حاجة. تمام? واحد معناها مية في المية. لو تلو سكيل مسلا اتنين اللي هيحصل هيبقى سكيل الضعف من السنتر اللي انا فيه. يعني نقطة اللي انا فيها هتحافظ على مكانها. والجسم هيتضرب في اتنين كطول. كان سبعة تلاف وخمسمية بقى خمستاشر الف. لو قلت له سكيل مسلا النص هيبقى آآ هيتقسم على النص وها كزا. طبعا هنا اللي بيحصل له سكيل طول الحيطة. تمام? لكن بتاع الحيطة ده برامتر بتحكم فيه من ايدت تايب ايدت ستركتشر زي ما نشخح ان شاء الله كمان شوية في الكورس ده. اغتفاع الحيطة ده برضو برامتر بتحكم فيه من هنا. معظم الحاجات البرامترك في غيفت ما بتتأثرش بامر سكيل اصلا. ملاهج دعاوه بامر سكيل خلص. تمام? في حاجات تطير جدا في غيفت ما بتتأثرش اصلا بالسكيل. اوكي? ودي طبعا حاجة كويسة يعني لو انا عندي بلان مسلا في غيفت وعملت له سكيل. البلان ده حجمه هيكبر. لكن الحوائط بتاعت البلان مش هيزيد سمكها. الباب الابواب اللي في البلان والشبيك ابعدها مش هتتغير. دي كانت مشكلة كبيرة جدا في الوقت. غيفت تعالجوا المشكلة دي بالنسبة كبيرة. هنتكلم برضو دلوقتي على الميرر. الميرر هو ان انا عمل من العنصر. بس مش بنفس الشكل بالزبط على اكس معي. في عندي في غيفت نوعين من الميرر. في ميرر درو اكس الشغط كات بتاعه اا دي ام. وميرر بيك اكس الشغط كات بتاعه ام ام. دبل ام. البيك اكس دايما بستخدمه. لما يكون عندي اكس واضح ينفع ان انا اميرر الحاجة عليه. طبعا ينفع اميرر يعني اخد نسخة او اميرر العنصر الاصلي. لو شلت اميرر العنصر الاصلي. وامسح اميرر نسخياني وامسح العنصر الاصلي. هنا لو عملت على ده. فبقى انا الخدت ده في الاتجاه ده. ممكن ااخد الاتنين دول دلوقتي مع بعض. بالشكل ده. واقول له ميرر مرة كمان على الخط ده. وهكذا. لو انا ما عنديش خط واضح ينفع ان انا اا اعمل الميرر عليه. فممكن ان انا ادرو الاكس ده. ده زي الميرر بتاع الاتوكات شوي. هقول له اكس. وساعدها لو رسمت خط المنظر ده. هبقى انا باعمل على الخط ده. فهمنا الفكرة? يبقى اما بتاع الميرر اما الاكس بتاع الميرر. في الاغلع بنشتغل بالبيك زي ما قلنا الا لو ما كانش عندي خط واضح ساعتها هتطغل ان انا اعمل درو. هنتكلم برضو عن حاجة مهمة دلوقتي وهي ازاي نقدر ان احنا نعمل للعناصر بالتولز بتاعت جوه الكليب بورد في عندي هنا تول اسمها تشبه اداة الكابي دي. بس الفرق الاساسي ان الكابي دي بتستخدم دايما لما عاوز اكابي وزن نفس الليفل اللي انا فيه. انا عايز مسلا اكابي مجموعة العناصر دي من هنا لهنا. فممكن استخدم الكابي على طول. لكن عشان اكابي من ليفل لليفل او اكابي من مشروع لمشروع تاني مش هينفع عادات الكابي دي لازم استخدم كابي تو كليب بورد. اوكي? طبعا لما اختار مجموعة عناصر بالشكل ده. هلاقي هنا كابي تو كليب بورد وكات تو كليب بورد. يعني ممكن امسحهم من هنا واناقلهم مكان تاني او ااخد نسخة منهم واناقلهم مكان تاني. هنا انا خطوهم كابي. ينفع بعد كده ان انا انقلهم مكان جديد. عن طريق البيست على طول. تمام? باختار الامر بتاع البيست في عندي هنا ستة انواع من البيست. بيست from كليب بورد ال عليم تو سيليكت فيوز اليين تو كرانت ليفل الابل ال Spray algun تو فيكت لفل كل ديانواع ممكن انا استخدموا. لو تقول ببويست فروم قليب بورد ده على طول ببيست العناصر من الكليب بورد في اللي انا فيه. بالشكل ده. تمام? وينفع ان انا هتحرك كده بالليسنينج دايمانشن لحد ما ازبوطهم في المكان اللي انا عايزه. لو جيت في اي ليفل تاني. هنا. وقلت له برضو هلاقي نسخة منهم مع الماوس. ينفعه في نفس المكان الاصلي او انقلهم اي مكان تاني زي ما انا عايز. تمام? فيه تاني اسمه ده بختار بيه اكتر من مع بعض. يعني هقول له مسلا عايز نسخة منهم في وفور وفايف. تمام? اوكي. كده لو طلعت اللي هم قبدي في موجودين. تو هلاقيهم. هلاقيهم. فور هلاقيهم. وكزا. بقى العنصر في اكتر من مغا احدى. هنا لو انا اختارت الاتنين دول. لحظوا ان هما بتاحهم الليفل. فعينفع نقلهم من ليفل لليفل. في بعض عناصر تانية زي دول مسلا. الهوست بتاحهم البلاطة. الفلور. فدول ما ينفعش يتنقلوا من ليفل لليفل. يعني على سبيل المسال لونا قلت له جيت كده على ليفل تو. اوكي? وجيت هنا قلت له هلاقي ان هما مش موجودين معي. شايفين? مفيش لهم هنا. ليه المشكلة دي بتاحهم? لان هما هنا العناصر دي مش بتاحها مش الليفل دي على تمام? طبعا ما ليه لو انا عايز لو انا عايز نقلهم تاني? ببساطة بختارهم. حلو كده. وبقول له كابي او كت كليب بورد. كده انا انا شلتهم. وباجي هنا. تمام? بقول له سوري انا ارجع عنده معلش. بختارهم بس او حاجة. تمام? وهاجي على اتنين. بقول له بس بس. هلاقي ان هما لو انا اخترت البلاطة بتاعتي هينفع ان هما ينزلوا على البلاطة. خدوا جديد. على طول. فهمنا الفكرة? يبقى العناصر على بلاطات دي بغير بتاحها. تمام? زي مسلا الباب ده. ده على الحيطة دي. عايز نقل له حيطة تانية pick new host. قادرنا اننا نقل به في حيطة تانية على طول. اوكي? لكن العناصر اللي هى اللي بتتاخذ الرا طول. ف简 تاني هنا في paste align to selected views. دا ببيست عناصر議 زي الدائمانشنز والكلام دى يعني مسلا.itzerland اهم. لو انا عندي مسلا خط دائمانشن زي ده. انفعنا انا اقول له كابي حلو كده. واطلع مسلا level two. تمام? هنا قوم جاية اقول له ايه? هلا ايه نزل معايا بين فا اختار اكتر من طبعا وقول له اوكي هلا ايه نزل معايا على طول فاهمنا الفكرة كل دي انواع بتكون مناسبة لظروف معينة او معينة فيه طبعا الفيو اللي انا فيه مش ان انا اختارك اكتر الفيو اللي انا فيه بس عشان لو انا عملت كت العناصر من مكان قادر ان انا رجحها تاني في نفس المكان زائد ان ده مفيد جدا في وفي حاجات هنشرحها قدام لو حد لسه لو حد عارفها في بيتفرج على الفيديو وعارفها فهو اريدي فاهم احنا بنتكلم عن ايه لو حد مش عارفها احنا لسه نقولها قدام انقل بي عناصر من او تانية زائد في ده بيشتغل كويس جدا معي في الوجهات يعني مسلا ممكن اختار مجموعة عناصر كده هفلتر تمام هسيب لان رومز ما ينفعش تتنقل في الوجهة لازم تتنقل في بس اه هقول له اوكي حلوة كده خليه برضو اشيل الاعمدة الانشائي انا على ما اعتقد موجودة هقول له حلوة كده هي موجودة في مش موجودة في بعيد ينفع ان انا اقف اي واجهة من الواجهات هنا تمام? وقول له paste align to picked level خلينا اختار الدورز مسلا والفيرنيتشور والوولز اوكي كده وهقول له copy to click board. من هنا اقول له align to picked level واختار مسلا level two. اوكي? بنفس الطريقة. align to picked level level three. وهكذا. كده ممكن ننقل عناصر. ادي بقت على level two وهي بقت على level three. فهمنا الفكرة? كل دي مختلفة وزي ما قلنا كل واحد فيهم بيبقى ليه فايدة معينة. paste to click board ده بي paste على طول. align to selected level بيديني قايمة بالlevels. قادر ان انا انقل العناصر ما بينها. align to selected views. align to current view. ده بينقل العناصر. اه على طول على ال view اللي انا فيه. او معينة. انا انا اللي بختارها. اه وده بيكون خاص بالannotation اكتر. align to same place. بيرجع العناصر في نفس المكان اللي اتخذ منه كد. او ما بين ال design options ينفع ان انا اه احول عنصر من design option التاني. align to pick level ده بيشتغل معايا في الاليفيشن. هنتكلم دلوقتي على اداة وهي اداية بتستخدم علشان اعمل قطع او فاصل. فاي عنصر بيتكون من زي الحوائط. زي الخطوط. زي الكاميرات مسلا البيمز البيريسز الداكتز البيبز الكابول تريز الكندويتز كل الحاجات دي تتكون من فممكن ان انا اقطعها بالسبلاد تول. وممكن برضو ان انا استخدمها فان انا اعمل او قطعة من القطع اه او استخدمها فعمل حاجة اسمها تعالوا كده نضرب. هيرسم كده حاجة بسيطة. بالشكل ده مسلا. هنا مسلا ينفع ان انا اخش في موديفاي واستخدم تول اسمها اهي. فقدر ان انا اقطع مسلا بيها حيطة زي دي. بالمنظر ده. كده. كده لو مساكت دي هلاقي دي حيطة وانفاصل اهي. بالمنظر ده. تمام? ممكن انا امسح جزء من عنصر. يعني مسلا لو انا عندي ده وعايز اخلي الحيطة دي اه واخد حرف ال وهنا واخد حرف ال. ممكن اعمل بدل اما اعمل مراتين. وبعد كده امسح الجزء ده مانيول. ممكن هنا اشغل حاجة اسمها دي على طول اول ما هنا وهي حصل الانر سيجمينت اتنزح على طول. وممكن بغضو اعمل حاجة اسمها دي بتبقى لها قيمة محددة. تمام? اهي. اقدر بيها اعمل. هنا لو لو جربت ان انا زود القيمة عن تلتمية هيقول لي الفاليو بتاعتها ما ينفعش تزيد ابدا عن تلتمية. اوكي? تلتمية وكاسخ بسيط يعني. خلاص. ده بتاع ممكن بعد ما اعمل ده. اوكي? هنا في كونسترين افتحه. وبعد كده ينفع ان انا اغير الحيطة دي مفيش مشكلة. اوكي? يعني ممكن اوسع بنفسي عن طريق دي حتى في اي وقت. برضو ده مش لازم يتعامل في ممكن يتعامل في يعني ممكن يجي هنا اقول له لو لاحظوا ان انا لو مشيت عالخط ده. عالخط الافقي هعمل رأسي بالمنزر ده. ولو مشيت عالخط رأسي كده هعمل افقي. اوكي? هنا بس انك تمشغل فيها اللي خلت العنصر يختفي. هنا لو مشيت على الخط رأسي هعمل افقي. يعني في الحالة دي اصبحت الحيطة دي والحيطة دي تاني. والحيطة دي طبعا تاني لان انا عملت كده الاول. زي ما قلنا الكلام ده مش بيطبق على الحوائط بس بيتطبق على اي حاجة مكونة من يعني زي ما قلنا في الحوائط واللاينز مسلا. في البيمز والبرايسيز مسلا. اه في ينفع اعمل لها البايبس. تمام? الكندويتس. كل الحاجات دي ممكن انا اعمل لها. اوكي? يعني على سبيل المسال لو انا برسم مسلا فلور بالشكل ده. ورسمت مسلا فلور كسكتش كده. وعايز اعمل هنا تغرس مسلا. فهارجي على امر اللاين. وهعمل تغرس بالشكل ده. ده خطوط لسه الموديل ما خلصش انا كده جوه بتاع الخط. وانا جوه ممكن اقول له سبيلات دليت انر سيجمنت. واستبيلات هنا مرة وهنا مرة. اتمسح الجزء ده. بعد كده. عبقى انا كده خلصت الفلور بتاعي. وهكذا كل العناصر اللي بتكون معتمدة على كلها ممكن اعمل لها سبيلات بنفس الطريقة. احد التولز برضو المهمة جدا في تعديل عناصر هي الماتش. امر الماتش وامر الكريات سيميلر. امر الماتش ده ببساطة بيخليني اماتش عناصر مختلفة اخليهم زي بعض. يعني سنجل فلاش بس اعرضو 915. ازن هما النوع بتاعهم مختلف صح? من تايب من موديفايسوري ممكن اقول له ماتش تايب بروبيرتيز. اقدر اقدر ان انا اماتش تايب ما بين الباب ده لباب ده. كده بقوا نفس التايب بالزبط. اه. لو انا مسكت الباب ده هيبقى تمنمية اربعة وستين وده زيه تمنمية اربعة وستين. ليه ده اللي خد شكل ده? لان ده انا دوست عليه الاول. خليني كده ارجع عنده. وهخش على من هنا. لحظه هنا في بيقول لي ايه? بيقول لي بتاعتي فاضيها. اوكي? بتاع البينت فاضي. اول ما دوس على البينت بقت مليانة. وهنا بقى مكتوب آآ يعني اللي انا هختاره بعد كده هو اللي نوعها هيتغير. ممكن ادوس كزا مرة. تمام? لو لو انا عايز. اوكي? طيب. ده كده بالنسبة ليه الماتش آآ بروبيرتيز. في امر تاني برضه مهم جدا اسمه كريات سيميلر. كريات سيميلر ده موجود هنا اهو. الشورت كاد بتاعه سي اس. الماتش بروبيرتيز الشورت كاد بتاعه زي الاوتوكايد. بس نخلي بالنا ده ده ماتش طايب بروبيرتيز. مش ماتش. اوكي? بيماتش الطايب بيماتش النوع بس. يعني بيماتش كل القيم اللي موجودة جوه لكن كل القيم الموجودة هنا. في ما بيشتغلش عليها. كريات سيميلر ده ببساطة هو عبارة عن ايه? انا عندي انواع ابواب كتير. تمام? وعندي نوع هنا. عايز باب زي ده بالزبط مسلا هنا. اوكي? هعمل ايه? هختار الباب الاول. اشوف نوعه ايه? بعد كده هختار امو دور. وهتدور في الانواع الموجودة عندي كلها. لحد ما لاقي النوع اللي انا عايزه اختاره. بعد كده اجي اعمله هنا. في حل اسهل. ان انا بختار العنصر بقول له يعني بقول له اديني اديني زي ده بالزبط كده. اوكي? اهو. اديني زي ده. تمام? بيشتغل في كل حاجة في يعني لو اخترت حيطة. وقلت له اديني حيطة زيها. تمام? اخترت او عمود. قلت له اديني عمود زيه. وهكزة بقى. اوكي? هنا هو معمول عشان كده مش باقي. فهمنا الفكرة? دي فكرة والكريات سيميلر. هنتكلم دلوقتي على الالاين. الالاين دي تول اه بتخليني اقدر حازي عناصر على بعضها. يعني على سبيل المسال عندي بابين زي دول. لحظوا ان حلق الباب ده بعد حلق الباب ده. ممكن ببساطة اختار الالاين تول. ومن هنا اقدر ان اختار بتاع الباب النحية دي او النحية دي. او ايا كان. اختار مسلا ده. طلع لي هنا بتاعي. بيقول لي فين اللي هيبقى عليه الالاين. ينفع ان انا ادوس على نص الباب ده. بالشكل ده. وينفع ان انا بعد ما اعمل الالاين ادوس على الايكون ده. اللي كان افل مفتوح. خليته افل مقفول له ده. كده انا عملت هنا حاجة اسمها. ده لو حركت عنصر من دول بعد كده ده هيتحرك معي. كمان ينفع ان انا اعمل حاجة اسمها او يعني ما ادخل على اختار بالشكل ده بحيس ان انا اكتر من مرة. يعني مسلا على سبيل المسال هنا اختار مسلا بتاعي واختار الخط ده عليه. بعدين اختار ده. بعدين اختار ده. بعدين اختار ده. واكذا. ممكن اكليك اكتر من مرة على نفس عشان اغير الريفرنس لازم ادوس في مكان فاضي. بعد كده اروح اختار جديد وابدأ عليه. ثمنا الفكرة. وبالنسبة للبيريفير. البيريفير ده بيشتغل مع الحوائط. يعني لما يجي على حيطة. اوكي? حيطة زي دي مسلا. هل انا هستخدم بتاعها نص الحيطة نص الكور بتاع الحيطة والفيس كور وش الكور بتاع الحيطة. بالنسبة للمعماري والانشائي هنفهم فيهم قدام اكتر الجزء بتاع الكور والفينش بتاع الحيطة ده عبارة عن ايه بالزبط. ده كده بالنسبة ل ... برضو بيشتغل معايا يعني على سبيل المثال لو انا عندي مثلا الحيطة ليها ارتفاع معين كده. بدلا مع ايهز اتفاحها ينفع عنها لو عايز اخلي بقيتها الحوائط زيها. يعني ببساطة باختار امر واختار من هنا زي طبعا عشان اقدر اختار الوش العلوي في الحيطة. ده كده بتاعي. لو عايز كده على نفس هعلم على واقدر ان انا احط كل الحوائل دي بنفس ارتفاع الحيطة دي. زائد برضو ان الالاين بيشتغل معي على وده جديد شوية في عن يعني على سبيل المسال لو انا مسلا عندي حيطة اختار دي واكتب عندي مسلا حيطة بالمنزر ده. وعندي حيطة تانية برضو بس من نفس السنتر. هكتب كده عشان نلقط السنتر بتاع دي. واعمل حيطة تانية بالمنزر ده. الحيطين دول بتاعهم مختلف ولكن السنتر واحد. ينفع ان يتعمل لهم يعني هنا برضو بيشتغل على ينفع اختار ده وعليه ده. تمام? دي ممكن جديدة شوية ما فيش حاجة زي كده في كده احنا فهمنا بتاعة بتعمل ايه? وازاي يقدر استخدامها. هنتكلم على ودول بيسببه شوية لو حد لسه بدأ يتعلم لان هو بيبقى متعود على الطريقة اللي بيشتغلوا بها في وهي ان انا بتعامل مع خطوط فمحتاج ان انا عشان انضف معينة ما بين حوقت استخدم اكتر من مرة في نفس المكان. هنا انا ما بتعملش بيهم مع خطوط انا بستعمل انا بتعامل بيهم مع عناصر وفي الغالب بتكون حوقت صح كده? فطريقة مختلفة شوية في عن يعني ننسى اللي بنعمله في ونركز في الطريقة اللي بيشتغل بها. طريقة اللي بيفكر ويتعامل بها. خليني ارسم كده مجموعة من الحوائط عشان بس نجرب عليها. واعمل كده الغاية اللي دي. سبعة امان مرات كده. اوكي. هنا ببساطة انا عندي امر اسمه تريم اكستاند تو كورنر. اول هل هنا فرق نقول هو مابين التولز زي ما بين الاوتوكاد. ان الاوتوكاد فيه امر منفصل اسمه تريم. وفي امر منفصل اسمه اكستاند. وأنا بستخدم التريم لو دصت شفت هسويتش على الاكستاند. لكن هنا في الريفت ما فيش كده. هنا في الريفت فيه امر اسمه ايه? تريم اكستاند مع بعض. تمام وتريم اكستيند وتريم اكستيند مالتي المانت. يعني التريم والاكستيند امر واحد بيدخل مع بعض. هنا تريم اكستيند تو كورنر الشركة بتاعه تي ار. الامر ده ببساطة بيقابل عنصرين ببعض. يعني لو قلت له اكستيند وقلت له قابل ده. اوكي? مع ده. لحظوا كده الدوت اللي بتطلع. الدوت اللي بتطلع ده خطوط عمل بتويرني ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان الحيطة دي كده. هتقابل دي. والزيادة ده هيتمسح. تمام? لاحظوا ان غرفت بيكتاب لي هنا في يعني دوس على الجزء اللي انت عايز تخليه. تمام? فلو انا دست هنا كده ده اللي هيفضل وده اللي هيتمسح. طب لو انا كنت عايز العكس. ايه اللي كنت هعمله? كنت هدوس هنا وهنا. كان الجزء ده اللي هيتمسح. فهمنا الفكرة? الامر ده يشبه جدا في الاوتوكاد ان انا اعمل زيرو. لو في الاوتوكاد عملت زيرو كاني بقابل عنصرين مع بعض. نفس الفكرة ممكن اقول له قابل لي ده مع ده. قابل لي ده مع ده. فهمنا الفكرة? زي ما قلنا هو دايما بيخلي الاجزاء اللي هدوس عليها. يعني لما هدوس هنا هدوس هنا. الباقي ده هو اللي هيتمسح. اوكي? الامر ده بيكون مفيد عشان اعدل عنصرين اخليهم يقابلوا بعض. طب ايه فرد انا عايز اعدل عنصر واحد بس اخليه قابل عنصر تاني. اوكي? ساعتها مش هستخدم الامر ده. هستخدم ليه بالمناسبة اسمه لانه هو بيعمل على حسب يعني بيعمل في نفس الخطوة. يعني هنا مسلا عشان هنا دول يتقابلوا او الحالة بتاعت دي ان هي تحصل لها ودي حصل لها فبقول له دول وبعض. عنصر حصل له والتالي حصل له علشان يتقابلوا مع بعض. عشان كده زي ما قلنا الامر اسمه وزي بالزبط ان انا بختار وعايز عنصر يوصله. برضو مش تفرق يعني العنصر ده عشان يوصل هنا ايه اللي هيحصل? هيعمل طب لو اخترت الرفرنس ده واخترت العنصر ده ايه اللي هيحصل? هيعمل تمام? طب ليه عمل من ناحية دي? عشان ده الجزء اللي دوست عليه. لو كنت عايز يعمل من ناحية دي اختار ودوس كده. كان ده اللي فضل وده اللي اتمسح. فهمنا فجرة? ازا بتأثر على عنصرين. في عنصر بيفضل في حاله ما بيدغيرش. والعناصر الباقي ايه بتعمل او عليه على حسب العنصر الاقصر بيعمل العنصر الاطول بيعمل زي بالزبط بختار مش هيتعدل. بعد كده اعمل ويند وكده على كل العناصر اللي انا عايزها. بتوصل له. بتوصل له برضو باكستيند او بتريم. يعني على سبيل المسال ده. اطول وده اقصر. عشان اوصل للعنصر ده. ده هيحصل له وده هيحصل له هقول له ده. هدوس على الجزء ده. ده معناه ان ده اللي هيفضل واي زيادة الناحية دي هتتمسح. هعمل كده. او زي كده او نقول وصله لده. بغض النظر ايه اللي حصل او او اكستيند. ساهمنا بفكرة. هي دي الطريقة اللي بتشتغل بها في غيفت ادوات والاكستيند. سواء في الخطوط او في الحوائط او في اي عناصر مكونة من بشكل عام. هنتكلم على الافسيت. الافسيت برضو هو احد التولز اللي بستخدمها مع كل العناصر اللي بتكون من زي مسلا او زي او الكلام ده. هاختار حلو كده. وهقدر ان انا ارسم مسلا بالشكل ده. سي مسلا حاجة بالمنظر ده. هاختار الامر بتاعي. الامر اللي هو بتاع الافسيت. حلو كده. ينفع ان انا اشتغل او يعني حدد المسافة على يعني هكتب المسافة اللي انا عايزها. سي مسلا الف يعني مت. بعد كده لما اغرب على لو جيت من ناحية دي هيبقى الناحية دي. لو جيت من ناحية دي هيبقى الناحية دي. اكي? ينفع ان انا وينفع شيل كابي في اوفسيت لعنصر نفسه. والاوريجنال يتمسح. ده بالنسبة لكل بتاعته اللي هنا. لو عايز اوفسيت كلها زي ما قلنا بتكون بتاب. فهاقف هنا لحد ما عنصر واحد. ادوس تاب الاول مرة واحدة عالكيبورد. لحد ما كل العناصر. بعدين ادوس كده اللي حصل ان انا عملت لكل العناصر مرة واحدة. وممكن نعيد الموضوع اكتر من مرة اللي انا عايز. ده كده بالنسبة للطول بتاعت. هنتكلم بعد كده على البن والانبن. ودول ينفع ان انا اعملها على العناصر. بيحس ان انا امنع ان العنصر بتاعي يتعدل. يعني لو انا في اي وقت اخترت مجموعة العناصر بالشكل ده وعملت لها بين بيظهر عليها شكل الايكون بتاع البين ده. لو جيت في اي وقت عملت ديليت بطلع لي ده اللي بيقول لي عشان تمسحهم لازم تعمل الاول. فلازم اعمل بالشكل ده لو عكس ساعتها ممكن انا اعمل للعناصر. يبقى العناصر اللي معمول لها ما بتتمسحش. اوكي? وزي ما قلنا قبل كده ممكن كمان ان انا فما ينفعش حتى هتعمل لها يعني لو بعد ما اختار العناصر واعمل لها بالشكل ده. هلاقي ان هي اصلا ما بقتش يعني حتى مش هينفع اختارها كمان. اوكي? لو انا مشغل او طافي ده. اوكي? لو انا مشغله هينفع اختارها بس مش هينفع امسحها. عشان امسحها لازم اقفل ده مؤقتا من هنا او اقفله بشكل دائم من هنا. في الحالة دي بس هينفع لنا امسح العناصر. لو بصينا على بعض العناصر الموجودة في مسلا اختارنا كده شوية عناصر هنا هنلاقي في علامات كتير اوي زهرت شايفين? كمية كتيرة جدا زهرت. ليه العناصر دي ما عملها لانها جاية من تعريف نفسها. نفسها كعنصر كاليمنت نفسها. ليها هنا في بتاعها محددات بتقول طولها وعرضها هيتقسموا ازاي? اللي هي والهريزونتل هنتكلم ان شاء الله على الكلام ده بتفاصيل اكتر شوية لما نيجي نحية لما نيجي نتكلم على هنتكلم على الحاجات دي. مساعة الموليونز والتقسيمات دي كلها جاية من بتاع الحيطة. تمام? دي حاجات وحاجات جاية من بتاع الحيطة نفسها. فبالتالي اه مش هينفع ان انا اعدل فيها دايريكت. اوكي? لازم اعمل لها عشان اقدر ان انا احراجها بعد كده. تمام? بالزات فيها الكيس دي. هنتكلم برضو على ودي احد المهمة جدا في ان احنا نفهمها. الكات ببساطة قادر ان انا اقطع بيها ناقص تانية. اوكي? يعني مسلا على سبيل مثال الحيطة دي. السمك بتاع حمتين. ممكن هيجي هنا ارسم حيطة جديدة. واختار حيطة اقل في السمك شوية. اختار مسلا اي حيطة تكون اقل في السمك. وهاجي هنا ارسم حيطة جوة حيطة بالشكل ده. على طول هيديني هيقول لي ان في حوقت تمام? لو لو كملت شغل ده هيكمل هيتمسح يعني هيتشال. وهقدر ان انا اكمل شغل عادي بعد كده. ممكن اجي بالموديفاي في اي وقت. جوة الكات. اقول له كات جيومتري. واختار الحيطة الكبيرة. ناقص الحيطة الصغيرة. ايه اللي حصل? اقطع دي من دي. تمام? تعالوا نبص كده على 3D. ادي الشكل اللي انا وصلت له. ممكن اختار الحيطة دي. احركها في اي وقت. هلاقيها توتالي جوة الحيطة دي. اهي. وينفع اختار دي كمان. واعدل بتاعها بحيث ان انا اديها شكل. مختلف. ولاقيها لسه جوة الحيطة دي. اهو بالشكل ده. اهي. بقينا هنا. فهمنا الفكرة? هي دي فكرة. عكس الكات طبعا ان انا اشيل موضوع القطعة ده. بنحتاج التول بتاعة الكات دي كتير جدا في ما بين الحوائط وبعضها مسلا او او ما بين مسلا عناصر في او في حاجات لسه ناخدها قدام ان شاء الله. بس نفهم بس المفهوم بتاع الكات ده النهار ده عشان نحتاجها هنتكلم عليها بعد كده. هنا انا عندي في القطاع لما فتحت ده عندي حطين ولطة وكمرتين اهم او وهنلاحز ان الخطوط ما بين كل العناصر دي مش نظيفة. مش مش مزبوطة. عشان اعالج النقطة دي في عندي هنا امر اسمه جاين. في جوا تلاب حاجات جاين وانجاين وسويتش جاين ارتك. لو قلت له جاين وشاورت على الحيطة والبلاطة هلاقي ببساطة ان الخط الفاصل اللي كان ما بينهم تشيل واللاين ويت بقى لفف حولهم مزبوط. ممكن اجاين هنا مع هنا. ممكن اجاين كزا مرة. عندما ترين انا ملتيبل جاين واختغل البلاطة. كعنصر اساسي في الجاين وبعد كده اعمل مثلا على العناصر دي عشان اجاين كل العناصر في البلاطة مرة احدى. كده انا عملت عملية الجاين. عكس العملية دي لو انا عايز افصل هرجع اقول له انجاين فصلت الحيطة من كل حاجة. ارجع اقول له جاين اقدر انا جاين الحيطة مع البلاطة تانية. هنا لو مسكنا البلاطة هنلاقي ان في التقاطع ما بين البلاطة والحيطة. البلاطة المكملة والحيطة وقفة. ما بين البلاطة والكاميرا البلاطة المكملة والكاميرا وقفة. صح كده? ده بنسميه لما يبقى في عنصرين مع بعض. الجزء المتداخل اللي ما بينهم بيديه اولوية لواحد فيهم. في العناصر الانشائية دايما البلاطة هي اللي بترول. تمام? طيب انا عايز اعكس الكلام ده لسبب ما? ساعتها بستخدم التول اللي اسمها افتكر ما كانتش موجودة لحد غيفة الفين وتلاتاشر ما ظنش كنت فاكرة. ما كان ما ظنش كانت موجودة. من اول اربعتاشر او خمستاشر مش متذكر اني فيرجة بالزبط. ظهرت في علجة مشاكل كتير جدا. هنا ممكن اقول له البلاطة مع الكاميرا. بالشكل ده. لاحظوا كده هنا البلاطة اللي بقت وقفة ومدية الكاميرا الاولوية انها تقطعها. على العكس هنا البلاطة مكملة والكاميرا هي المقطوعة. تمام? ده بنسميه واقدر ان انا اعمله من هنا في اي وقت. كده احنا فهمنا بتاعة الكات والجوين. هنتكلم برضو على حاجة اسمها دي تول مهمة جدا. ساعت هنا لو بصينا هنا على ده هنلاقيه كل واحد ماتيريا لوحدة. ينفع ان انا من اعمل امر اسمه الشورت كات بتاعها اس اف. ليختصار ميزة ان انا بستعيد عنها او بستخدمها في ان انا اريح نفسي من بعض الموديلز اللي ممكن تاخد وقت او هتتعبني. يعني على سبيل المسال الحيطة دي لو انا عايزها اكتر من تمام? بدل لما اقعد اموديل الكلام ده ممكن اعطوه لسبلت الفيس. عشان الاختيار الفيس يبقى سهل ممكن انا اشغل سليكت باي فيس. ده يخلي اختيار الفيس بالامر بتاع السبلت فيس اسهل كتير. اقفو على الفيس هنا بدل لما اضطر اروح اقفو على الاتش. او مدوس سبلت فيس. هلاقي على طول الحيطة حصلها بقى لونها اورنج بالمنظر ده. وينفع ان انا من آآ هنا او ده قادر ان انا اختار الريكتانجل. وقدر ان انا ارسم سبلت بالمنظر ده. وبعد مرسمه ممكن اعدل بتاعته. اوكي? هقول له هلاقي ده تام. وينفع ان انا احركه جوه الفيس. بسهولة. وينفع ان انا اعمل له موف وينفع ان انا اعمل له كابي. كل ده ممكن. يعني ممكن اكابي الاسبلت ممكن اموف الاسبلت. اهم قاعدة بس ان الاسبلت ما يلخقش بغا. لو خرج بغا هيقول لي اغرى على طول. تمام? ممكن اكانسل. لو تقاطع مع اج كده. او خرج بغا اج برضو هيقول لي كانسل على طول. الشكل ده. ولو مسكت الاسبلت ده وعدلته. وجربت ان انا اكابي السكتش جوه السبلت من منظر بها. ولو قلت له برضو مش هيوافق. لازم يكون سكتش واحد. او كزا بس كلهم بدقين منتهيين عند الاج. بصوا كيبه الكلام المكتوب هنا. نفس الكلام اللي احنا عمين يشرحه ده بالظبط. يعني مسلا على سبيل المثال هنا ممكن ان انا احقق الموضوع ده بان انا مساح دول واستخدم ترم مالتي الامنت. بان انا بان انا امد دول لحد هنا. بالشكل ده. في الحالة دي هيقبل لان انا عندي اكتر من لوب مفتوحة بتاعتها على اهو بالشكل ده. ايه بالعادي? هنا ممكن تكون لسه الام. لازم بس اختار الفيس نفسه. اهو بالشكل ده. عشان اتأكد ان دول وصلين عليه بالزبط. كده ايه بالعادي اهو. تمام? طبعا الاسبليت ممكن امسحه في اي وقت زي ما قلنا. ممكن انا احركه. يعني هنا بعد ما عملت الاسبليت. هينفع ان انا احركه بالشكل ده. تمام? هنا بس عشان الاوبن لوب خرج بغا. تمام? بس الاسبليت ينفع ان هو يتحرك عادي. ماشي? دي القواعد بتاعته. يبقى ما عمل من الامر بتاع مش عايزه ينفع ان انا اختاره وعمل له بعد ما عمل ممكن انا اكابي او اموف وفي قواعد محددة ان هي يكون او او بس بادئ ومنتهي عند بتاع الحيطة. تمام? بعد ما اعمل ينفع ان انا استخدم بقى تول اسمها عشان المعمول عليها بعد ما نقدر نعمل ممكن انا استخدم تول اسمها هنا في جوابها باينت وريموف باينت. البينت تول دي باختارها بيطلع لي شبه الديالوج بتاع او هو يعني بس جزء منه كده. ينفع ان انا اختار هنا اي الماتيريال من الماتيريالز اللي قدامي دي اعمل بيها عملية اوكي? كل الماتيريالز اللي قدامي دي اقدر ان انا اختارها واعمل بالمنزر ده. هنا الماتيريال دي بس ملهاش شكل معين خلينا اختار اي ماتيريال تانية. برضو. اهي مسلا حاجة زي كده. وكده. وكده. اوكي? الماتيريال اللي بتعمل لها باينت دي فيها ميزة كويسة ان هي بتبان في السكيجول. يعني ريفت بيبقى عارف الحصر بتاع مساحة الماتيريال دي. وينفع ان احنا ان شاء الله لما نتعلم السكيجولز قدام. نضرب الاريا في سعر معين. فقدر ان انا نطلع سعر الماتيريال دي. يعني مسلا على سبيل المسال لو فتحنا هنا هلاقي الماتيريال اللي احنا حطناها. وهو عارف ان هي تمنتاشر متر مربع. وينفع في الفيلز ازود مسلا الماتيريال كوست لو انا عايز. وينفع اعمل فورميولا او معادلة او تضغب لي الاريا في الكوست وتقول لي التكلفة بتاعة الجزء ده هتبقى قدقي. فهمنا الفكرة. وهنا برضو في هلاقي البنت بتاعي بيزهر في على طول. بدلا لما عملت مودل الجزء ده عملت له على طول. ينفع في اي وقت ان انا اختار واشيل ده. انا من الناس اللي ما بحبش استخدمها في بتاع المودل يعني لو في مودل معين بحب ان انا بنيه ولكنها مفيدة في بتاع الغفاعة جدا اللي مش هتكون محتاج ان انا ابنيها يعني مسلا على سبيل المسال انا بنيت الفيز ده كله حاجة واحدة ولكن الفيز ده واخد مسلا دهانين مختلفين. هخلي الدهان الاساسي في المودل والتاني هنا هتبقى بالبينت مسلا ده احد الحلول. لو انا مسلا عايز اعمل عزل على اه اواعد خرصانية وقطاعات خرصانية ممكن اعمله لو انا مسلا على سبيل المسال اه عايز ابين اه الرخام اللي جوه بلاطة معينة باكتر من ماتيريال. ينفع عامله يعني انفع ان انا اعمل البلاطة كلها رخام. بدرجة واحدة. بعد كده او بعض الاماكن ابنتها بماتيريال رخام تاني. بحيس انها يبقى عندي درجتين رخام. فهمنا الفكرة? يعني ده بس بيها حاجات معينة. لكن مش كل حاجة بتتعمل. وان كنت شفت بعض الناس بتبني دايما المودل جينيريك. ويبلاي البينت على طول على الاسطح بحيس ان هو يدي له الماتيريال المزبوطة. الحلين مش غلطوا ولكن انا شخصيا بفضل ان انا استخدم كلما امكن الموضوع افضل من البينت. بالوقتي هنتكلم على ازاي يقدر اعمل من ضمن الحاجات الموجودة في قيمة هي اوامر طبعا ممكن ان انا اعمل اوامر زي والحاجات دي ودي احنا بنعتبرها وانتكلم عنها ان شاء الله لما ندخل في الجزء بتاع الانوتيشن. ولكن الماجر ده مستو بس في الاس ان انا قاد رئيس. قاد رئيس ما بين تو او ما بين تو ببساطة بدي له نقطتين معينين كده وكده وهو بيقس لي المسافة ما بين نقطتين دول قد ايه. تمام? ده بيقس لي بس المسافة. اول ما دوس طبعا او بيختفي على طول. مجرد بس ان انا عايز اعرف المسافة. وين فعن انا اقول له. ده لما بدوس على عنصر. بيقول لي المسافة بتاعة العنصر ده قد ايه? اوكي? بتنفع مسلا في الحاجات الميلة مسلا. لو انا عايز اعرف طول عنصر ميل ولا حاجة. حيطه مسلا زي دي. اوكي سهل جدا لو انا عايز اعرف طولها ان انا اقول له اول مختار هيديني طوله والزاوية على طول. اوكي? لما بخش على في عندي هنا اوبشن. الابشن دي ضغيفة جدا لان انا ممكن اقياس كزا مرة اعرف طول كزا مسافة واعرف كمان يعني على سبيل المسال هدوس مثلا على النقطة دي ودوس على النقطة دي. ودوس على النقطة دي. على النقطة دي. هارفت طول ده قد ايه? وطول ده قد ايه? وطول ده قد ايه? والتوتال بتاعهم كمان ظهر هنا. اوكي? وينفع ان انا امشي بزاوية مش عادلة. يعني ممكن امشي بزويا ميلة او او اي ان كان الشكل لانا عايز امشي. فهمنا بفكرة? ضغاف جدا الاتنين دول دول اخر جزء هنتكلم عنه في بتاعت المودفوية عشان نبقى فهمنا كل بتاعت المودفوية بتشتغل ازاي? هو ودي نقطة مهمة جدا في ان كل عنصر بيتبني عندي في المشهد بتاعي سواء كان او 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 اي 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 ده ده بيساعدني في ان انا اختار العنصر في اي وقت كمان بيساعدني ان انا اعمل لو في مشكلة او معين ممكن اسيرش على عنصر بالاي دي بتاعه. يعني ايه الكلام ده? تعالوا كده نبني مشهد بسيط كده. هبني مسلا هنا. وهخش على امر دور. هشغل التاج عشان ابني دور مع دور تاج. ممكن انا اخش على الويندو برضو. اشغل التاج بحس ان انا ابني ويندو مع ويندو تاج. هنا لو انا اخترت كل اللي قدامي ده وعملت فلتر هلاقي ان انا عندي خمس عناصر. حيطة. ودور ودور تاج وويندو ويندو تاج. اوكي? لو انا جيت في اي وقت هلاقي هنا فيه جزء اسمه انكوايري. اوكي? الانكوايري ده. لو اخترت اي عنصر من العناصر في اي وقت. ينفع ان انا اقول له هيديني بتاع الحيطة دي. الحيطة دي في المشروع ده بتاعها هو ده. اوكي? لو اخترت اكتر من عنصر كده مسلا. ودخلت على قلت له هيديني كزا اي دي. لان انا في الحالة دي مختار اكتر من عنصر مع بعض. اوكي? ينفع ان انا من دول غاية وقول له. حلو كده. في اي وقت عايز اختار عنصر بالاي دي بتاعه بقول له بس ايه? تمام? او على طول وغاني العنصر. اوكي? فبقى انا كده عملت او اخترت العنصر ده. تسلمنا الفكرة? يبقى بتجيب لي بتاع الحاجة اللي انا ما اختارها زي كده ممكن ان انا ادخل هو يسيرش عليه ويطلعه لي. خلاص? لو انا مسلا على سبيل المسال غزمت مسلا حيطة جوا حيطة بالمنزر بها. هنا بيطلع لي زي ما قلنا. تمام? لو انا كملت شغل ده بيختفي. في اي وقت ممكن ارجع من هنا دي بتنور ساعتها طول ما فيه في المتحلش متعملوش دي بتبقى شغالة. ينفع ان انا اخش جواها في اي وقت واعرف بتاعت العناصر اللي فيها المشكلة ايه? بعد كده اروح اعمل سيرش على واشوف العنصر ده. طبعا من نفسه انا ممكن اقوله شو في اي وقت فهيزوم على الاماكن اللي فيها المشكلة. خلاص? بس في نفس الوقت بيديني بحيث ان انا حتى لو ما قدرتش اشوفه هنا ينفع ان انا اسيرش على العنصر اللي فيه المشكلة واعرف فين المشكلة واحلها على طول. كده احنا اتكلمنا على كل الاساسية في وتعالوا نتنقل بقى بعد كده على حاجة تانية.